سيد شريف عادة خبرات حضراتها بخبرات صدر محمود وحتى خبراتنا القليلة كان الزمالك لما يمر بمشاكل زي فترات القيد، تغيرات إدارية، تغيرات في جهاز الفني، لعبين ما بيجاددوا شهقود كان الزمالك يخش في نفح مظلم كل الحاجات دي في نادي الزمالك دلوقتي ورغم كده قادر يلم نفسه قادر يلم نفسه وياخد بطولة ويكسب الأهلي ويبقى هو اللي في صدارة الدوري قبل ما نتكلم كثيرا عن نادي الزمالك لازم تقولي الأول رأيك فيما يحدث في الزمالك في الفترة الأخيرة يعني أولا في حالة تركيز شديدة وفي حالة يعني فيرا فارد سلوبه على الإداري مش الفني، الإداري على الفرقة قافل على الفرقة، بيساعدوا عوامل أخرى، بفيش تدخلات بيعمل اللي هو عايزه وده بيبين حتى في تغييرات أثناء المباريات إنه هو ما عندهش نجم، ما بيتعاملش مع نجوم، هو بتعامل مع فريق وده واضح جدا يعني ما بيبقى عندك نجوم ويطلحهم في توقيطات صعبة أو توقيطات حاسمة ويتنزل لعيبة شباب ويقدوا بشكل جيد لأ هو فارد اسلوبه، وده كان حتى باين في الولاية الأولى ليه وكان سبب الخلاف مع رئيس النادي في الولاية الأولى، إنه ما بيدخلوش في حاجة وفاكرين واقعة أحد أعضاء مجلس الدارة كان عايز يحضر التمرين وهو يعني مش عايز أقول يعني استبعده أو ما دخلوش يعني التمرين وكتواضحة جدا، فهو في حالة تركيز شديد وقادر بالعناصر الموجودة رغم أن أنت بتقول إن مفيش قيد ومفيش ولعيبة مشت والكلام ده، ولعيبة مش عايز تلعب، ولعيبة مصابة والكلام ده لكن قادر يوصل ومركز ده مديله أفضلية ومديله مساحة من الحرية في تنفيذ أفكاره طب ده الزمالك، الأهلي بقى الأهلي يدفع سمن أخطاء منذ العودة من كاس العالم أخطاء فنية منذ العودة من منذ كاس العالم الأندية ويدفع سمن عدم تركيز اللعيب ويدفع سمن إجهاد لعيبته ويدفع سمن ضغط المباريات ويدفع سمن ضغط الجماهيري على اللعيبة اللعيبة مش قادرة ولعيبة يعني فقدت جزء كبير ذهني يعني ممكن تكون بدنياً واقع بس ذهنياً حاضر فده يعود ده فأنت عندك ذهنياً واقعين بدليل الأخطاء المتكررة يعني أنت راجع كده مش اسموحة ثلاثة أخطاء دفاعية في التمرير ماتش بيرامتس خطائين دفاعين وغطأ في التخطية ماتش زمالك خطائين منحوا المنافس الأفضلين والأسماء اللي بتغلط بتتغير والأسماء اللي بتغلط بتتغير واللي بيتغيروا مش شايلينك يعني حتى البديل مش شايلة أنا ما أقصدش كمان كبداية أنا أقصد أن الأسماء مش هي واحدة الأسماء كذا اسم مختلف ورغم كده ده معنا أن الفرقة كلها مش مركزة مش أسماء بعينها ورغم تحفظي على موسيماني لكن أنا شايف برضو أنه قرار مشيانه ممكن ما يكونش صح بس أما وإنه مشي كان سامي أمسان لازم يكمل ندعمه بجهاز فني قوي ويكمل لأن زي ما قال سيد محمود الرجل اللي رجيه ده تظلم رجيه خمس مباريات هم عنق زجاجة للوصول للدوري والفوز بكاس مصر مش عارف الدوري مش عارف شكل الفرق إيه مش حافظ اللعيبة عنده لعيبة مجهدة زهنيا وبدنيا مش فاهم شكل الدوري إيه وتحط في معترق صعب جدا للأسف لما نجي نقيمه لا ده خسر كذا وكذا وكذا ونتيجه لأ سلبية فزي ما قال ممكن ده يؤثر على قرار بقاء أو استكمال عقده ده ممكن يؤثر بشكل كبير جدا لأن انت تداخل دلوقتي يعني ضلك فرصة واحدة وفرصة صعبة ومستني أخطاء يعني هدايا المنافس مستني هدايا المنافس عشان ترجع تاني المنافس على لقب الدور لأ وحتى هذه اللحظة وعندك بعد كده صوبر محلي لأ وحتى هذه اللحظة انت المنافس بتاعك كمان من زمالك بس بقى بيرامدز ودي المفاجأة ان ممكن الخناقة دي تقلص على ان بيرامدز يستفيد من الحالة اللي فيها الاهلي والغيابات المؤثرة اللي هتبتدي تأثر على الزمالك في ان هو يحصل على بطولة الدور وهو يعني منافس بقى قوي ودخل بقوة ومركز جدا وعنده فرصة كبيرة جدا والثلاث مباريات اللي جايين دول في الدوري سواء للاهلي او بيرامدز او الزمالك عشان تحدده شكل المنافس في البطولة فانت عندك ازمة كبيرة جدا وكان لازم تتحلق بالاسلوب ان كان سامي قمصان او يجي حتى المدرب يتفرج ويقول افكاره لكن اللي كان يدير بشكل عام كان سامي قمصان ويمكن ده تقاله يعني تقال سوارش من ناس فنية جوا النادي الاهلي استفيد من قمصان على قد ما تقدر لغاية ما تفهم لغاية تعرف